قال الجيش الإسرائيلي أن هدفاً جوياً مشبوهاً سقط داخل الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل ووضح الجيش في بيان أن الهدف سقط إلى الشمال الشرقي من ميناء إيلات تزمن ذلك مع تحدث وسائل إعلام محلية عن تحطم طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة على الحدود الأردنية الإسرائيلية في وقت هناك محاولات تتجه أصابع بشأنها لحماس وداعمها بمحاولات زعزعة استقرار الأردن عبر تأجيج الشارع وتحرك خلايا نائمة مرتبطة بجماعة الإخوان تحت مظلة الدعم لغزة جاء تطور آخر مرتبط بالميليشيات الإيرانية يصب في الاتجاه نفسه أو في الهدف نفسه حيث أعلنت كتائب حزب الله العراقية أنها جهزت أسلحة وقاذفة ضد الدروع وصواريخ تكتيكية لمن وصفتهم بمقاتلين في الأردن بذريعة غزة وأشار المسؤول الأمنية للكتائب أبو علي العسكري في منشور على قناته في تطبيق تليجرام إلى أن الكتائب عبدت أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات تكفي لـ 12 ألف مقاتلين في الأردن بحسب منشوره ومن عمان معنا لمناقشة هذا الموضوع أساد العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني دكتور حسن مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة يعني في عنا تزامن لتتطورين بنفس الوقت يصبان تقريبا بنفس الإطار ماذا يفهم أولا من التزامن ما بين الدعوات بين جانب حماس والأطراف السياسية وراءها ومن جانب أبو علي العسكري ومن يمثله كذلك سياسيا مساء الخير لك والمشاهدين الكرام مما لا شك فيه يفهم أن هناك حالة سيقية هناك تحالف بين هذه القوى وبين حماس وإذا ما تحدث بذلك لا نعيد إنتاج أو صناعة العجلة الكل يعلم بأن هناك التقاء للمصالح ما بين هذه الجماعات طبيعي وما بين أيضا الدول الرائعة لهذه الجماعات بالذات عند الحديث عن إيران بهذا السياق واضح أن هناك تنسيق وكما أشرت في نشراتكم في التقرير أن هناك اجتماعات تمت سواء كانت في سوريا في العراق في إيران بين قادة وممثلين عن هذه الفصائل بهذا الاتجاه على الاعتبار أن الأردن بالنسبة لهذه الجماعات هي دولة أو منطقة جاذبة مهمة جدا في سياق الصراع مع إسرائيل وبالتالي تشكل لهم ساحة في هذا الأمر لكن أنا بتقرير الشخصي هذه هي محاولات بائسة ليست الأولى لجر الشارع الأردني وخلق فوضى والكل يعلم بأن هذه الجماعات سواء كانت منها الطائفية أو حتى الإرهابية يتزدهر وتعزز نفوذها في سياق حدوث الفوضى بهذا الأمر رأينا ذلك في العراق في سوريا في لبنان في اليمن بهذا الجانب ومنذ عقود يعني أنا بتقرير الشخصي تعزز هذا الأمر مع تفجر الصراع في سوريا منذ عام 2011 والداعش هناك حقيقة محاولات دعوبة من قبل هذه الجماعات سواء كانت في سوريا أم في العراق لاستهداف الأردن بهذا الجانب الآن ما حصل في 7 أكتوبر وما يتحدث عنه من وحدة الساحات أنا بتقرير الشخصي هذه الجماعات تبحث عن تعزيز للنفوذ تبحث عن انتصارات لأنه أيضا بنفس السياق هذه الجماعات يعني تخسر المواجهة هناك أيضا يتم استخدامها من قبل إيران كأذرع بهذا الجانب وبنفس الوقت لإثبات مشروعية هذه الجماعات وأيضا نوع من الحرب الإعلامية النفسية أن لها المقدرة في مثلا تجهيز 12 ألف مقاتل وبالذات يعني أنا هنا إذا بيتطلع لماذا 12 ألف مقاتل وهل الأردن يعني ساحة فاضية يصول ويجول فيها لا زمع الله أبو علي العسكري أو غيره بهذا الجانب وبهذا الاتجاه وأيضا قد تكون محاولة بائسة لتعويض ما خسرته هذه الجماعات خاصة أنا بتقرير الشخصي مما لا شك فيه ما تقوم به إسرائيل ووحشية تامة ومدانة باتجاه شقنا الشعب الفلسطيني لكن أيضا بتقرير الشخصي يعني بعد غزة وما بعد غزة وبعد الحسابات والمراجعات سوف يتبين بأن أيضا حماس فقدت الكثير من الحال الشعبي وبالتالي قد تكون الساحة الأردنية بالنسبة لها أوهامة مناسبة جدا على ارتباط أن هناك نوع من التداخل الايدولوجي مثلا حماس حركة أخوان مسلمين أيضا نتحدث عن ما يسمى في المقاومة الإسلامية في العراق التي هي في صورتها الايدولوجية متناقضة حقيقة مع حماس أو مع الأخوان لكن هناك جملة مصالح جمعتهم في هذا الجانب وواضح التنسيق بهذا الاتجاه ورأينا متزامنة مع هذه التصريحات هناك كان شوية تصعيد في الشارع الأردني ومحاولة لاستغلال مشاعر المواطين الأردني والشعب الأردني في سياق غزة على اعتبار أن الكل يعلم متى التداخل العضوي ما بين الأردن وبين فلسطين بطبيعة الحال أصلا دكتور حسن المخاطر على الأردن لا نتحدث عنها من هذه الفترة فقط بظل هكذا دعوات من الجهتين مرحلة المخدرات أيضا المساعي التي حاولت فيها الأردن تواصل مع سوريا للوصول إلى تفاهمات وهذا أيضا لم يحصل اليوم اعتماد الأردن بكثير من التهديدات لماذا يصب التركيز على الأردن موقع الأردن حساس جدا نعلم هذا الموضوع بس بنفس الوقت كيف يمكن حماية الأردن من كل هذه التهديدات بهذه الحالة يعني حماية الأردن بهذه التهديدات تعزيز الجبهة الداخلية حقيقة الأردنية بهذا المعنى تعزيز الواقع الديمغرافي أيضا بمساعدة الأشقاء والحلافة للسراتيجيين تقوية ودعم الأردن سواء كان عمنيا اقتصاديا وغير واعتقد الأردن ليس بجمهورية موز الأردن زي ما أشرته الأردن في واقع الجيوسياسي ولد حقيقة في بيئة خشنة وتعاطى مع كثير من العزمات والأردن ليس بقضية يعني الأردن لا يواجه قضية واحدة مثل فقط القضية الفلسطينية أشرته إلى مسألة الخطر على الحدود الشمالية مسألة تهريب الأسلحة والميليشيات وغيرها حتى في سياق نسبي على الحدود الشرقية بهذا الجانب هناك خبرة أردنية عمنية هناك خبرة سياسية لكن مزيد من الوعي مزيد من تعزيز الجبهة ومزيد من تعرية هذه المحاولات حقيقة بنفس الوقت بتقدير الشخصي يجب أن يكون هناك وهذا ممكن يكون موجود تنسيق استراتيجي ما بين شركاء الأردن وأشقاء العرب اللي أيضا خلينا نحكي شغلي معينة يعني التأثير على الأمن الوطني الأردني سينسحب على تأثير الأمن المنطقة يعني ما يميز المنطقة ترابط وحداتها وبالتالي أي خلل في أي وحدة سوف ينسحب على الوحدات الأخرى في هذا الجانب وأعتقد الأردن يعني واعي ومتيقظ لهذه الجوانب وهناك سياسة إلى حد ما حكيمة ينتهجها الأردن في التعاطي مع الشارع ومحاولة احتواء غضب الشارع من جراء العمليات الإسرائيلية وبنفس الوقت إرسال رسائل قوية لكل من تسول نفسه في استغلال هذا الظرف وتوظيفه خاصة القوى أيدولوجية وقوى سياسية الكل يعلم بأن كثير أو بعض من هذه القوى تستغل أحداث من أجل إما تعزيز مشروعيتها إما تعزيز موقفها أو قوعدها الشعبية بهذا الأمر ولطالما كانت القضية الفلسطينية للأسف تستخدم كقضية من أجل توظيفها لإنتاج نوع من الشعبية شكرا جزيلا لك ضيفنا من عمان أستاذ علاقات دولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر